مع استمرار متابعة تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم وما أثره في نفوس أكثر من خمسة مليارات إنسان خلال بضعة أسابيع من هلع وقلق وتوتر يصبح الشعور بالضغط النفسي أمرا متوقعا كورونا كوباء عالمي لا ينحصر تأثيره على صحة الإنسان الجسدية وحسب وإنما يمتد إلى أكثر من ذلك لما يترتب عليه من آثار نفسية على الأفراد بفعل الشائعات في زمن تلعب فيه وسائل التواصل الاجتماعي دورا كبيرا في نشرها والتي أصبحت بمثابة الحرب النفسية التي تهدد وحدة المجتمع صحيفة الاندبندنت العربية نشرت تحليلا عن سايكلوجية البشر خلال الأوبئة ذكرت فيه أن الفيروس المادي والفيروس النفسي يتساويان في التأثير ويسيران في جسد ونفس الإنسان بشكل متوازن وهو ما يسمى بسايكلوجية الأوبئة فيما طرحت وكلة دي دابليو الألمانية تساؤلا عن مدى الاستعداد النفسي اللازم للتعامل مع ضغط الخوف من الفيروس أشرت فيه إلى أن الكثيرين تعاملوا مع الفيروس على أنه خطر بعيد لن يصل إليهم إلى أن تسلل بسرعة البرق متسببا في تسرب الخوف والقلق لنفوسهم خاصة في ظل إجراءات العزل الدولية أخصائيون في الصحة النفسية أجمعوا أن الحجر الصحي المفروض حول العالم ليس أمرا سهلا ولا موضوعا يستهان به إذ أنه إجراء استثنائي وغير مسبوق يقيد الحريات الفردية حتى في الدول الديمقراطية الأمر الذي يزيد من مخاطر الآثار النفسية بالنسبة لأولئك الذين فاشلوا بالتعاطي الإيجابي مع الأزمة ولحين انجلاء هذا الكابوس العالمي سيبقى العالم في حالة ترقب لجميع الآثار السلبية على جميع الصعود السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية وما ستقول إليه البشرية بعد جائحة كورونا